ماذا عن جواز التوكيل في إخراج الزكاة أو في إخراج الصدقات والحقيقة أن في أخت سائلة كانت على الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة على الفيسبوك أختنا الأستاذة شيماء حمدي واللي بتسأل أنها تريد أن تعطي الصدقة لأمها أو أبيها لأن بتقول والدي ووالدتي يعرفون الفقراء اللازم إخراج الزكاة لهم ولا لابد أن أخرج الزكاة أو الصدقة بنفسي طبعا أختنا الفاضلة الأستاذة شيماء حمدي اللي بتسأل في هذه المسألة وهي دي برضو من الحاجات اللي كان برضو فيها الأسئلة من حين إلى آخر لابد أن الإنسان يطلع الزكاة بإيده ولا ممكن أنه يوكل شخص آخر في إخراج الزكاة عنه سواء كان فيه الزكاة أو كان كذلك فيه الصدقات يعني سواء كانت الصدقة التطوعية أو الصدقة الواجبة على الإنسان الحقيقة أن صاحب المال يستطيع أن يقوم طبعا الأصل أن يقوم بذلك الأمر بنفسه لكنه كذلك يجوز في الحقوق المالية أنه هو يوكل عنه إنسان أو هيئة أو جهة تقوم بتوزيع هذا المال سواء كان الزكاة أو الصدقات لأهل الاستحقاق وده من يسر الشريعة الإسلامية لأن الإنسان ربما مع سعة العمران والازدحام وعدد كبير من الناس ربما يختلط على الإنسان فلا يعرف من هم أهل الاستحقاق ويريد أن يكون لهذا المبلغ أن يصل لأهله فبيستعين بذلك بمؤسسات بتتولى هي التحصيل والتوزيع وهذا أمر جائز وحنشوف الأدلة على ذلك دلوقتي أو أنه بيوكل إمام مسجد مثلا هو يعرفه ويثق به بأن يعطي له هذا المبلغ فيقوم مثلا إذا أتاه سائل أو يقوم هو بتوزيعه أو أنه بينيب أي مؤسسة من المؤسسات اللي هي سواء كانت تابعة للدولة أو كانت من الأشياء اللي هي تابعة أيضا للعمل الاجتماعي ولكن بإشراف من الدولة يعني جهة موثوق منها بيوكلهم فيه أن هم بيحصلوا المال ده أو بيديهم هو المال ده وهم بيقوموا بتوزيعه سواء كان هذا المال من الصدقة الواجبة أي الزكاة أو كان ذلك من الصدقة التطوعية أي التي يتطوع الإنسان بصنيعها طيب دللنا على كده عندنا أدل على ذلك منها مثلا سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عن يقول وكلني النبي صلى الله عليه وسلم في حفظ مال أو حفظ زكاة رمضان وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر غنما يوزعها بين أصحابه يبقى إذن سيدنا أبي هريرة قام بحفظ هذا المال وأوكل النبي عليه الصلاة والسلام له هذا الأمر زكاة رمضان كما جاء فيه الرواية زكاة رمضان يعني الخاصة بيه زكاة الفطر وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوكل عقبة بن عامر فيه غنما وأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يوزعها بين أصحابه ده من الأدل عندنا كمان دليل ابن أبي أوفى اللي بيقول أتيت إلى النبي عليه الصلاة والسلام بزكاة مال أبي فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صلي على آلي أبي أوفى اللهم صلي على آلي أبي أوفى فأبوه وكله أنه ياخد الزكاة ويوصلها للنبي عليه الصلاة والسلام وبالفعل أوصلها للنبي عليه الصلاة والسلام ودع النبي صلى الله عليه وسلم لآل أبي أوفى عند إخراج الزكاة وعرفنا من ذلك أن دي من الأذكار اللي بيستحب اللي بيحصل الزكاة من الناس أن يدعو اللهم صلي على آل فلان من الأذكار المستحبة عند هذا الحال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قام بذلك وشفنا من هذه النمازج والحقيقة ومن غيرها فيه أكتر من الدليل وشاهد على هذا الأمر وهو جواز التوكيل لشخص لهيئة لمؤسسة سواء كانت تابعة للدولة أو كانت من المؤسسات اللي برعاية الدولة وإن كانت بتقوم بيها الهيئات الاجتماعية المهم أن يكون مكان موثوق وأنا بوكلهم عني في توزيع ذلك المال وده أجدى في وقتنا المعاصر لأنه طبعا مع العدد الكبير جدا والمعوزين عدد ضخم جدا والدولة في أرجائها بتعرف في كل مثلا محافظة مين اللي محتاج ومين اللي مش محتاج في المؤسسات التابعة لها لتحصيلي يعني أو لجمع تبرعات الناس دي من جهة وجمع كذلك من أراد أن يتصدق أو من أراد أن يزكي من ماله كذلك أو لأشخاص بعينهم أنا أعرفهم وأثق فيهم وأقول لفلان دا يا فلان خد هذا المال يعني دا زكاة أو دا صدق وعشان يبقى هو على دراية بمن يخرج له الزكاة بمن يستحق من الفقراء الزكاة ومن يستحق لحاله أفضل شوية هياخد من الصدقات اللي بيتصدق بيها البعض من باب التطوع طيب دا من جهة الجواز النقطة التانية للأستاذة شيماء حمدي حتة النية بس وأنا بسلم والدي والدتي المبلغ من المال يعني وأنا باع أعطي الوكيل اللي حريك عايزة توكي ليه في أنه يوزع عنك هذا المال بس تحضر في القلب النية إن دا إما تطوع لله أو إن دا زكاء عن كذا في هذا الوقت هي استحضار بالقلب لأن النية عمل قلبي النية عمل قلبي لا دخل لللسان بها يستحضر الإنسان ذلك إما ساعت من بعزل الزكاة عن أصل المال اللي عندي أو لما باجي أسلم هذا المال لمن أنيبه عني أو أوكله للقيام بتوزيع هذا المال على أهل الاستحقاء ومن الجميل والإنسان بيطلع المبلغ دا أو الزكاة التي عليه يقول ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم ويبقى هي دي ملخص الرد على حضرتك الأستاذ شيماء حمدي اللي تركت سؤالها ترجمة نانسي قنقر